نقول لسادة المشاهدين وانتم منهم على السلع المتواجدة في هذه المعارض واسعارها هل هي فعلا فيها تخفيض من 15% ل 20% ومقارنتها بالسلع في المنافذ الاخرى اللي هي طبعا مش تابعة وزارة التموين يعني في البداية احب اقول لحضراتك كل سنو طيبين وكل شعب مصر الاصيل المحترم كل سنو هو طيب وان شاء الله يستقبل شهر رمضان باريحية شوية احنا طبعا بنحاول نساهم قدر المستطاع ان احنا نخلي العبق بقى اقل شوية لان احنا عارفين المواطن تعرض لعباء كتير جدا في الفترة السابقة خصوصا يعني لسه احنا ما قطفناش ثمار الاصلاح الاقتصادي فما زال المواطن متحمل لعباء كتير طبعا شهر رمضان بالنسبة لنا كمصريين يعني كمواطنين هو ليه بهجته ليه مظهره ومن ضمن مظاهر الاحتفالية بتاعتنا رمضان هي الاكل الحقيقة يعني يسيبك بقى ان هو شهر العبادة وكلام ده كل الناس بتتعبد فعلا وبتعمل كل المطلوب منها بس يمكن بقيت فرصة مع شوية كده ان الحياة الاجتماعية اتغيرت ممطها في مصر فما بقناش نعرف نقعد على ترابيزة واحدة اه لا الحياة في رمضان صح فكان يهمنا انه يعني ست البيت الام البطل زي ما احنا بنسميها عندنا كده ما تبقاش هي الاهم كتير في انها تحضر صفرة جيدة متوفر عليها الاكل اللي هي تحب تقدمه لأولادها او لأسرتها فكانت المبادرة بتاعت اسوأ اهل رمضان كنوع من المساهمة لكن الحقيقة مش هي بس القناة الوحيدة اللي احنا بنحاول نوصل بها طبعا لأسرنا في كل المحافظات لكن خلينا ندكز النهاردة على معرض اهل رمضان طبعا يعني احنا شفنا تقريبا حضرته وكيمكن وحنا بنشوف التقرير مع بعض معظم السلع حتى الخضروات والفواكه واللحوم كل حاجة موجودة في المعرض الحقيقة ده ده المعرض الرئيسي اللي احنا بنفتتح منه لفتاح المبدئي لكن احنا بيبع عندنا سلسلة افتتحات تانية يعني احنا كمان ساعة هنتلاقينا في شبرى الخيمة بنفتح معالي الوزير ورئيس الاتحاد العامل وغرف التجارية يوم الاتنين هتلاقينا في سكندرية يوم التلات الوزير كان عامل كده ببرسعيد في الفيوم الحقيقة بيهمه جدا انه هو يشارك الناس اللحظات دي ويتعرف على المشاكل الحقيقية اللي بتقبلهم دكتور علي مسلحي دايما قريب من الشعب سيد وزير التموين طبعا اه اللي هو سيد وزير التموين بيحب يكون قريب ويشوف الناس ويشوف انطبعاته ويشوف بنفسه جودة المنتج فمش عايزين نزايد على الحقيقة مجهودة دكتور علي مسلحي خلينا نبكز على المعرض نقول معرض القاهرة ده واحد من 152 معرض تقريبا على مستوى مصر ليهم أنماط مختلفة وإحنا اخترنا 3 أنماط للمعارض علشان تتناسب مع كل الفئات الشعب فهتلاقي عندنا المعرض الرئيسي جوه كله محافظة يعني زي المعرض الموجود في القاهرة هنا هتلاقي في سكندرية في كوتا هتلاقي في بورسعيد كذا هتلاقي في دوانهور في كل حياتهم في عواصم المحافظات زي ما تقول حضرتك عواصم المحافظات فيه عندنا 34 يعني هو أكتر شوية من معرض الرئيسي هتلاقي أكتر من معرض الرئيسي ده في عواصم المحافظات ده كله بيبقى على حجم بيبقى بتناسب مع أنه في عاصمة المحافظة زي ما نقول في القاهرة هنا المعرض ده على 16 ألف متر وسبعمائة وخمسين يعني حاجة ما شاء الله ده معرض كبير جدا دخل يعني آه طبعا معرض كبير جدا جدا فيه حوالي أكتر من 260 عارض زي ما قالت في التقرير فيه أكتر من 1500 سلعة بيتقدموا زي هتلاقي يمكن على أصغر شوية في اسكندرية في بيبقى المحافظات ده المعرض الرئيسي جميل لكن حضرتك ده في العواصم لكن كمان في المراكز أو في المدن الأخرى في المحافظات هنلاقي برضو معرض أخرى من أهل الرمضان بالظبط فيه 80 معرض أهل الرمضان بقى على مستوى المدن يعني لما تخرج برى لعاصمة المحافظة المدن اللي هي الأكتر كسافة أو اللي فيها كسافة سكانية مرتفعة كل مدينة فيها معرض أخر موجود أو حتى هنا في القاهرة في الأحياء اللي هي فيها كسافة سكانية زي المرج زي شبرة خيمة زي دار السلام زي المؤسسة العملية يعني دي برضو دي شبرة خيمة هتلاقي فيه معارض منتشرة متنوع منتشرة نفس الكلام موجود على مستوى المدن الرئيسية والمراكز الرئيسية في المحافظات الحياة مش بس بنقف عند حدود المعرض الفرعي اللي هو على مستوى المركز أو المدينة لأ كان فيه برضو ملحوظة أنه الناس بتبقى صعبة عليها بقى أن هي تيجي من أطراف المحافظات بالذات في بعض المحافظات الحدودية والمحافظات البعيدة زي الودي الجديد وزي مرسى مطروح وزي المحافظات دي بتبقى لطبيعة الجغرافية بتاعة المكان بتلاقي قرية في مكان بعيد نجع في مكان آخر وهكذا فكان السنة دي تركزنا كمان على أن نعمل حوالي 38 قافلة متحركة هي معرض متحركة بتروح للمدينة أو المركز أو القرية القرية أو النجع بقى جميل جدا وتي بدأت تتحرك فعلا طبعا عندي بيان بيها العربيات بتشمل اللحوم والدواجن واللحوم المجمدة واللحوم التزاجة والبقالة الجفة يعني إيه بقالة جفة يعني رز ومكارونة وعكس وفول وقليات وكلام دا كله حتى خضار وحاجات بتمكن موجودة فيها وفكها كلام دا كله دي الحقيقة يعني هما حاليا يمكن زادوا يمكن أعتقد بقى 39 قافلة كل قافلة من دول بتمثل عشر معارض أو سبع معارض لأنها هي بتتحرك كل يوم في مكان فلما تضرب الرقم دا تلاقيك تحصلت على حوالي 300 معارض لأن الحقيقة مش بس إحنا اللي شغالين في المعارض دا الحقيقة فيه مجهود كبير أو يبزلها القوات المسلحة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية عندها أكثر من ألف عربية بيتحرك بيها كمي فانت من رقم؟ أكثر من ألف عربية ألف عربية ما شاء الله يعني إحنا قدامنا الصورة هي المعارض يعني الكيلو ديئي بستة جنيه وأسعار تانية يمكن كمان طيب كلمنا حضرتك على المساهمة للشركات وأيضا القوات المسلحة طبعا دا شيء مهم جدا لأنه إحنا بنشوف منافس بيع القوات المسلحة بتبيع المنتجات بأسعار يعني في متناول المواطن العادي والله يعني أنا برضو يهميني أن أنا أوجه شكر للقوات المسلحة بازلة مجود كبير جدا معنا كوزارة وفي خدمة المواطن والوصول بالذات لأنهم عندهم أسطول سيارات الحية كبير جدا اللي هو أكثر من ألف عربية بالإضافة لسيارات بتاعتنا تحت شركة القبضة بالإضافة برضو يهميني أقول أن إحنا عندنا فوق الألف منفذ اللي هو المجمعات الاستهلاكية هي بتقوم بنفس الدور هي بتقدي نفس الخدمة نفس الأسعار يعني حريك لما تلاقي كل اللحمة الطازجة ب85 جنيه هي موجودة في المجمعات الاستهلاكية بنفس السعر هي موجودة في معرض أهل الرمضان بنفس السعر قد نكون ضغطنا شوية في معرض أهل الرمضان وخلينها شوية بعض الأماكن ب80 حريك هتلاقي